اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا المنخفض الجوي يتمركز فوق جزيرة قبرص وهو يصنف من الدرجة الثانية ومعنى منخفض جوي من الدرجة الثانية حسب مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية اي هو منخفض جوي اعتيادي كميات الامطار المتوقعة من هذا المنخفض الجوي تتراوح ما بين 10 الى 40 مم وسرعة الرياح المصاحبة له نتوقع انها تكون سرعتها ما بين 40 الى 50 كم في الساعة ومدة تأثيره بحتود 42 ساعة اي بيستمر تأثيره اليوم الاحد ويوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء باذن الله ودرجات الحرارة المتوقعة في عمان وبعض المرتفعات الجبلية ما بين 7 الى 13 درجة مئوية ولا نتوقع تساقط اي ثلوج من هذا المنخفض الجوي اما صور الغيوم الملتقطة لهذا المساء فبنلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي منطقة شرق البحر المتوسط والمملكة معظم هذه الغيوم من النوع المنطق يتخللها ظهور بعض الخلايا التي تسبب امطار غزيرة مثل هذه الغيوم سيستمر تأثيرها على المملكة او تواجدها في سماء المملكة كل اليوم وايضا يوم الاثنين والثلاثاء وتسبب تساقط امطار على فترات باذن الله الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء باردة نسبيا وايضا اجواء ماطرة وايضا يتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية على فترات وطبعا هذا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان بحدود ثمن درجات مئوية المناطق التي سينتج او ستتعرض لتساقط الامطار باذن الله نتيجة تأثر المملكة بهذا المنقفض الجوي وخلال الفترة الزمنية ما بين اليوم وحتى يوم الثلاثاء هي معظم مناطق المملكة تبدأ بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية ويستمر تساقط الامطار حتى يوم الثلاثة باذن الله حتى يتوقف الهطول يوم الاربعة وبناء عليه فان الاحوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة دوم الاثنين اجواء باردة نسبيا غائمة بشكل عام تسقط امطار على فترات باذن الله وايضا يتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارب وهذا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح والحرارة الوظمى المتوقعة بحدود 11 درجة مئوية والاثنين ليلا اجواء باردة نسبيا غائمة ايضا تسقط الامطار على فترات ويتشكل الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية يوم الثلاثة ايضا اجواء غائمة باردة نسبيا ماطر على فترات والحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثة 11 درجة مئوية والثلاثة ليلا بتكون الاجواء باردة نسبيا يتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادي والسهول وهذا طبعا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح يوم الاربعة تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يتوقف فطول الامطار الحرارة العظمى بتكون يوم الاربعة بحدود 14-15 درجة مئوية والاجواء اثناء الليل بتكون باردة نسبيا غائمة جزئيا والصغرى المتوقعة بحدود 11 درجة مئوية ملخص الاحوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة ستتأثر المملكة اعتبارا يوم الاحد وحتى يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يصنف من الدرجة الثانية يتمركز فوق جزيرة قبرص ينتج عنه امطار على فترات امطار وضباب على فترات باذن الله ودرجات الحرارة بشكل عام بتكون منخفضة نسبيا وايضا الكتلة الهوائية هي كتلة رطبة وهناك بعض التوصيات والتنبيهات نتيجة هذه الاحوال الجوية ونتيجة تأثر المملكة بالمنخفض الجوي اول شيء نرجو من الجميع الانتباه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية وايضا هناك احتمال لتشكل السيول وجريان الاودية بسبب غزارة الامطار احيانا ونرجو من الجميع استخدام وسائل التدفئة بشكل امن اعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومن طقس العرب لكم تحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة